قال رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي أن الشعب الإيراني أفشل ما سمها مؤامرات العداء ضد بلاده في حين أكد قائد الحرس الثوري أن إيران تواجه حربا عالمية كبرى أضاف رئيسي في تصريح له من ميناء جاسك جنوبية البلاد أن التهديدات العسكرية لن تؤثر على إيران وعلى عزمها على التقدم وقال إن بلاده شهدت مخططات عدة من جانب العدو على مر أربعين عاما من الحرب والإرهاب والعقوبات وكلها كانت تهديدات فاشلة من جهتي قال القائد العام لحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن بلاده تواجه ما وصفها بحرب عالمية كبرى من جميع القوى الخارجية المعادية وعملائها في الداخل وأكد أن من وصفه بالعدو يتصور أن النظام في إيران سيسقط وهذه ليست سوى أوهام باطلة لا أساس لها الكير الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية أرف أن العدو يتدخل في شؤوننا الداخلية ونحن عازمون على مواجهة هذه التدخلات وأن الحرب تستهدف أمن ووحدة البلاد على حد زعمها